مرحبا وتحياتي للجميع رجل ومرأتان ماتوا ماتوا وانتقلوا إلى العالم الآخر وتحديدا هنا انتقلوا إلى الجحيم لكن سنجد أن لا عذاب لا نار لا زبانية لا أودية صحيقة ملتهبة في جحيم جون بول سارتر بل جحيم سارتر هو عبارة عن غرفة مجرد غرفة مقفلة كئيبة غرفة بائسة معتمة حكم على ثلاثة أشخاص ليس لديهم سابق معرفة ببعضهم البعض لكن حكم عليهم أن يجتمعوا فيها وطبعا إلى الأبد فالأول هو جارسون هذا الرجل الهارب من الجيش هذا الرجل الخائن لوطنه وأيضا الخائن لزوجته التي كان يعذبها ومع ذلك سنجد أن الجارسون يعتقد بأنه بطل في مخص الشأن الوطن ويعتقد أيضا بأنه زوج صالح زوج جيد وبالتالي يعتقد بأنه لا يستحق أن يتواجد أبدا في الجحيم أما إناس فامرأة مثلية سحاقية لكنها آذت الكثير من عشيقاتها في السابق ولذلك هي تتواجد في هذه الغرفة أما أستيل فامرأة متزوجة من رجل غني لكنها خانته أيضا مع عشيق شاب لكن بعد ذلك ستهجر إناس هذا العشيق فتتسبب بشكل أو بآخر بانتحاره ويدور طبعا بين هؤلاء الثلاثة حوار عميق جدا لنقل يحاول جون بول سارتر من خلاله وبعبقريته المعهودة أن يقدم لنا أفكاره الفلسفية طبعا كالعادة بشكل إبداعي بشكل أدبي روائي حواري بشكل مثير للإعجاب فعلا بالتالي لا يشعر القارئ لهذه المسرحية أو حتى المشاهد مثلا على ما أعتقد رغم أنني لم أشاهد المسرحية وإنما قرأت المسرحية لكن أعتقد أنه سواء القارئ أو المشاهد يعني لن يشعر أبدا بالملل أو بالضجر لبل ستثير هذه المسرحية في نفس القارئ الرهبة والارتعاش بسبب ذلك الطوفان من الأسئلة الوجودية الحائرة والقلقة بسبب تلك الأسئلة التي تمس بالصميم الوجود الإنساني المعتل بسبب كل تلك التساؤلات التي تطرق على باب العبث والموت والحرية والفعل الإنساني والمسؤولية وتعقيدات النفس البشرية وقضايا الشر والندم والذنب والسؤنية كل هذه التعقيدات الكامنة أصلا في خبايا النفس البشرية أيضا يحاول جون بورد سارتر من خلال المسرحية أن يسلط الضوء على محور أساسي في فلسفته الوجودية وهو محور علاقة الأنا بالآخر أو محور علاقة الآخرون بالذات الفردية فمثلا في هذه المسرحية لنقول أن تلك الغرفة المعتمة تلك الغرفة المظلمة التي ترمز إلى الجحيم في الواقع هي ترمز قبل أي شيء آخر إلى الحياة التي يعيشها كل إنسان هذه الحياة التي تشبه هذه الغرفة المقفلة بكآبتها بسوداويتها بعبثها هذه الحياة التي لا شغف فيها ولا منطق ولا مغامرة ولا تحدي ولا ضرورة لشيء لأن كل شيء قد وجد من قبل كل شيء سينتهي إلى العدم بالتالي لا حياة لا شغف لا مستقبل لا منطق لا حرية في هكذا حياة مقفلة ومظلمة وبالعموم ترمز المسرحية في المقام الأول كما تحدثت إلى مسألة علاقة الإنسان بالآخرين إلى فكرة التقاء الإنسان بالآخرين هذا الالتقاء كما في المسرحية يهدد طمأنينة كل واحد من الثلاثة في المسرحية هذا اللقاء الذي يعني الجحيم بعينه مجرد هذا اللقاء يعني الجحيم بعينه فأبطال المسرحية الثلاثة سواء إناس أو آسطل أو الشاب جارسون قد حبسوا هنا في هذه الغرفة طبعا ليتحول كل واحد منهم كل واحد منهم أبدا سيتحول كل واحد منهم إلى جحيم للآخر عندما يصبح كمثل المرآة مرآة تعري هذا الآخر وتفضح هذا الآخر وتبرز مثلا أسوأ ما فيه أحقر ما فيه وهكذا يتعلق مصير كل واحد منهم بمصير الآخر لنقول أن كل واحد من الأبطال الثلاثة كل واحد من الثلاثة واقعا سيصبح هو الجحيم بعينه كل شخص سيصبح هو الجحيم بعينه وإن أردتم من وجهين وجه أول من حيث أن هذا الشخص في نهاية الأمر هو نتيجة لأفعاله فبالتالي هو جحيم لذاته بالمقام الأول لأنه بسبب هذه الأفعال التي أقدم عليها من واقع حرية فأساء استخدام هذه الحرية وبالتالي استحق أن يتواجد في هذه الغرفة لكنه ومع ذلك يحاول الآن أن يتنصل من المسئولية وهذا غير ممكن أبدا لأن الحرية عند سارة ارتعني المسئولية الحرية هي المسئولية وعلى كل واحد من الثلاثة كما على كل إنسان أن يتحمل مسئولية أفعاله التي أقدم عليها أو التي اقترفها من واقع حريته أما الوجه الثاني يتمثل أو لنقول هو وجه الجحيم للآخر الوجه الأول كان وجه الجحيم للذات الآن الوجه الثاني هو وجه الجحيم للآخر طبعا من خلال تدخلاته في شؤون الآخر من خلال مراقبته لهذا الآخر من خلال أحكامه التي يطلقها على هذا الآخر وهكذا يحول حياة هذا الآخر إلى جحيم وهكذا كما نرى لا حاجة في هذه الغرفة في هذه الغرفة التي هي جحيم سارتر لا حاجة لوجود نار أو عذاب أو زبانية أو جلاد لأن كل واحد من الثلاثة واقعا تحول إلى جحيم للآخر وكل واحد من الثلاثة حول إلى جلاد للآخر مثلا كانت كل نظرة يسددها أحدهم باتجاه الآخر في الواقع كانت تنهشه من داخله تقوم بنهشه من الداخل كانت تهدد وجوده التعري كيانه الفردي طبعا لأنها نظرة تحيله إلى شيء لأنها نظرة لا تحكم على هذا الشخص إلا في نطاق ما يبدو لها ومهما حاول الإنسان أن يهرب مثلا من نظرة الآخر إليه في الواقع لا لن يستطيع لأن هذه النظرة بحسب سارتر ستظل تلاحقه وستظل تهدده في وجوده في فرديته في ذاتيته لن تسمح له بأن يكون على حقيقته الذاتية لن تسمح له بأن يكون بمفرده طبعا لأن الوجود الفردي مرتبط في نهاية الأمر بوجود الآخر الذي سيبقيه لنقل تحت مرمى نظره وتحت رحمة أحكامه وتدخلاته وضغطه النفسي وتحويله إلى مجرد شيء كباقي الأشياء التي يقوم بمراقبتها وهكذا وهذه هي معضلة الوجود مع الآخر عند سارتر فالآخر عدو جحيم أصلا بمجرد أنك تتشارك وإياه وتتزاحم وإياه في نفس الحيز الوجود المشترك فهكذا يتحول الآخر إلى سجن للذات إلى جلاد سيمنعك مثلا من أن ترى نفسك كما تحب سيمنعك من أن ترى نفسك كما تحب كما تحب أن تراها طبعا بحيث تصبح هذه النظرة إلى النفس تمثل نظرة الآخر إليك يعني لن تعود تستطيع أن ترى نفسك كما تحب أن تراها أنت لا ستراها كما يراها الآخرون وطبعا هذه المشاركة العلائقية الشائكة سببها أولا وأخيرا فعل الوجود فعل الوجود أنك وجدت وجدت من دون أن تستشار من دون أن يكون لك رأي في الموضوع مباشرة وجدت من هذا الآخر وابتلي تحول هذا الآخر إلى سجن للذات وتحول هذا الآخر إلى جلاد وهذا ما عبرت عنه إن أردتم إناس في داخل المسرحية عندما قال لها جارسون قد ضاق ذرعا من أحكامها القاصية بحقه فقال لها بما معنى أنه لنستريح هنا بطمؤنينتان هناك أيام طويلة سنقضيها مع بعض لنكف عن هذا الكلام لما لا نغمض أعيننا ولنحاول ليحاول كل منا أن ينسى وجود الآخر طبعا بما معناه وليس حرفيا ليحاول كل منا أن ينسى أن هناك آخر موجود كي نستطيع أن نعيش بطمأنينة وراحة فتجيبه إناس هنا وبسخرية لنحاول لنحاول أن ننسى وجود الآخر أي فكرة صبيانية تلك كيف أستطيع أن أنسى وجود الآخر أنا أشعر بوجودك حتى في داخل عظامي ولحمي حتى صمتك هذا سيصرخ في داخل أذني باستطاعتك أن تسكت أن تصمت أن تغلق فمك يمكن لك أن تقطع حتى لسانك لكن لن تستطيع أن تمنع نفسك من أن توجد لن تستطيع أن تنهي مسألة أنك موجود في مقابله هذا هو السبب المباشر هو السبب الوجود يقول بساطة وهكذا يدخل سارتر في هذا الحوار الفلسفي ليدخل معه القارئ أو المشاهد أو المطلقي وليقدم له أهم أركان فلسفته الوجودية فهذا الإنسان هو وجود يبحث عن ما هي وجود الإنسان هو المشروع الذي يعني يريد هذا الإنسان أن يكونه في المستقبل هذا هو معنى وجود يصنع ما هي أو الوجود سابق على الما هي أيضا يخبر سارتر القارئ من خلال الحوار أن الإنسان كائن حر وأن عليها أن يعيش هذه الحرية وعليها أن يختار من ضمن إمكانيات متاحة وعليه أيضا أن يتحمل وزر اختياراته لأنه سيبقى مرتبط بالفعل الذي سيقدم عليه من واقع حريته كما هو حال الأبطال الثلاثة في تلك الغرفة المعدمة كما هو حال إنس وأستل وغارسون في جحيم سارتر أيضا يخبر سارتر المتلقي أو القارئ بأنك وإن كنت حرا إلا أنك أيضا من جهة أخرى محكوم بالعيش مع الآخرين محكوم أن تبقى تحت رحمة عيون الآخرين التي ستنهش بكيانك وبوجودك وستعريك محكوم بأن تعيش مع قيود الآخرين التي تنفيذ ذاتية وتنفيذ فردية وتقيد حرية الفرد فنحن محاصرون في نهاية الأمر بنظرة الآخرين لنا هذه النظرة التي تحول الإنسان إلى إلى شيء هذه النظرة التي تعرينا بلا رحمة التي لنقل يعني تطلق علينا الأحكام التي قد تمس بمعنى ما في وجودنا نراها كبير جدا وأكذا يتحول الآخرون إلى جحيم بالنسبة لنا ونتحول بدورنا إلى جحيم بالنسبة للآخرين وهذا يعني في نهاية المطاف أن الجحيم الحقيقي هو النفس البشرية الجحيم الحقيقي هو النفس البشرية هذه النفس البشرية التي تلعب كما رأينا في المسرحية دور الضحية ودور الجلاد في آل المعن وشكراً وإلى اللقاء